عقد في مركز كولوبيا لأرحاث الشرق الأوسط في عمان ندوة نقاشية لمركز كارنيغي تحت عنوان اللاجئون والدول المستضيفة بحث خلالها القائمون على الندوة مع المشاركين الظروف التي يعيشها اللاجئون وإمكانية عودتهم إلى بلادهم والمطالب التي يتطلعون لتحقيقها لتسهيل عودتهم إلى بلادهم إلى المزيد مع استعادة النظام السوري السيطرة على مناطق عدة تصاعدت الدعوات في الدول المجاورة المطالبة بعودة اللاجئين إلى بلادهم لكن اللاجئين من طرفهم يرهنون عودتهم بشروط طالما أهملت إلى حد بعيد في خضم المساع السياسية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع السوري المجتمع المدني السوري المنبثق بعد وجوده خمسين عام خارج إطار العمل يقوم بعمل جبار إن كان في لبنان أو في تركيا وفي الأردن على نسبة أقل والمشاعد المدني الأردني أيضا يقوم بعمل رائع في هذا المجال الندوة هدفت إلى إصال مخاوف السوريين الذين يسعون جاهدين إلى بناء حياة ذات معنى في لبنان وسوريا رغم تفاقم التحديات التي يواجهونها في البلدان المستضيفة أهم هذه الظروف هي الأمن والأمان التي يشعر اللاجئين بأنه بدون توفر الأمن والأمان في أراضيهم في سوريا لن يتمكنوا ولا يرغبوا في العودة وتعريف الأمن والأمان بالنسبة لهم أيضا يعني انتقال سياسي إلى نظام جديد مركز كارنيغي من خلال دراسته الميدانية للاجئين في كل من الأردن ولبنان أشار أن اللاجئين لا يرغبون في العودة ما لم يتوفر انتقال سياسي يضمن سلامتهم وأمنهم والوصول إلى قضاء عادل لحل قضيتهم مطالبين بأن يكونوا جزءا هاما وبارزا سواء مؤتمر جينيفا الذي ترعاه الأمم المتحدة أو عبر مفاوضات أستانا التي ترعاه روسيا وإيران وتركيا الدراسة اللي إمنا فيها اليوم هي هدفها الأساسي يعني أنه نوصل صوت اللاجئين بالأردن وباللبنان بالنسبة لشو طموحاتهم شو أمالهم شو محفزاتهم للعودة للسورية شو سوريا اللي بيحبوا وشوفوها خصوصا أنه أصواتهم لا تأخذ بعين الاعتبار ولا يتم تواصل معهم بطريقة مباشرة يتم التعامل مع اللاجئين على أساس هن فقط موضوع إنساني المجتمع الدولي ركز بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية واستراتيجية احتواء أزمة اللجوء وبالتالي أعطيت الأولوية عموما إلى مسألة وقف سيل الهجرة إلى أوروبا على حسابي معالجة الأسباب الأساسية للنزاع أو تحسين ظروف اللاجئين ترجمة نانسي قنقر